بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم اعزائي يارب تكونوا بخير كلكم احنا هنعمل نهاردة حشوة المكبوس الكويتي هحتاج بقى حمص وهحتاج زبيب كشمش هنقعهم كله ده الوحد وده الوحد ونصف ساعة كده في مياه سخنة وهجيب بصل كمية اللي انا عايز اعملها وهروح بقى مقطعها جوانح كده او تقطيع خشنة شوية انا بفضله جوانح يبقى كويس هحط الحمص بقى في مياه واسلقه شوية على النار واجيب طاصة وحط البصل طاصة وبصل فقط بدون اي مواد اه وعناشف كده واحمص وزود معلقة مياه كل شوية واحمص في البصل هيتكرمل كده اه تتبخر المعلقة او يستوي البصل وحط غيرها وبعدين ازبط الملح وبعدين احط بقى البهرات اللي احنا بنفضلها انا بفضل ان انا بحط فلفل اسود وبحط لومي مطحون وبحط الهيل فقط اه انتو اللي تفضلون بقلب لغاية ما يستوي كده ومعايا ويبقى حل واللون وهو تغير خالص اه انا مستمرة في التقليد ما سيبوش خالص وزود المياه لحد ما لقيه استوي وبقى جميل هرجع بقى تلوقتي اللي اضيف الكشمش اللي هو الزبيب بعد ما صفيته والحمص استوي اختبرته لقيته استوي وبقيت اشيل الريم الابيض اللي على الحمص هاخد منه كبشتين واضفهم تلوقتي مع البصل والزبيب واقلب كده واخليهم ياخدوا غلوة مع بعض عشان يتمزج الطعم حطيت معلقة زبدة كبيرة والريحة ما اقول لكوش على جمالها زودت اللومي حطيت شوية عشان بحبه وشوفوا المنظر والريحة الشهية ده للعذايم وان شاء الله